أعزائي المشاهدين من واصل دراستنا إلى كنيسة أفسوس وأنا موجود حالياً في جزيرة بطمس في اليونان هذه الجزيرة الجميلة زارها الرسول يحنى زارها طبعاً كأسير وكمنفع مش طبعاً اختياراً لكن إجباراً حدثت اضطهاد شديد شرس ضد المسيحية في آسيا الصغرى في أيام الإمبراطور دومشيان والسبب كان أنه أمر بعبادة الإمبراطور طبعاً كانت إعبادة الإمبراطور موجودة أنا ذاك لكن كانوا بيعبدوا بعد مماته كان بيقدموا البخور أو بيضوء الشموع بيتذكروا اسمه لكن هذا الإمبراطور بالتحديد أمر أنه يعبد وهو على قيد الحياة وهنا حدث الاستضام بين الكنيسة والدولة فالكنيسة ترفض هذا النوع من العبادة وينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فالنتيجة أنه كان في حرب شرسة وعلى المسيحيين عملاق المسيحية اللي هو الرسول يحنى أحضر إلى هذه الجزيرة كأسير وكان بالمنفى لمدة سنة ونص لكن كتب أعظم الإعلانات بوحي الروح القدس من سفر الرؤية أعزائي ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل أعزائي منواصل لدراستنا من جزيرة باطموس وموضوعنا عن الحرب الروحية بولوس الرسول يكتب لأفسوس كأسير وكسجين وطبعا كان مربوط في جندي روماني عنده فكرة عن الجندي الروماني وعنده فكرة عن الحرب الرومانية وعن الحروبات اللي كانت تحدث في أيامه لكن في سياق الحديث يقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع الصلاطين مع ولاة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات وهو الذي قال فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح اتكلم بلغة حربية أيضا قال حربت وحوشا في أفسوس حارب المحاربة الحسنة فينبغي أن ندرك أحبائي عدة حقائق الحقيقة الأولى أننا نحارب من موقع النصرة وليس لننتصر يعني نحن منتصرين المسيح انتصر فينا ومن خلالنا ومن أجلك أيضا بموته على الصليب وقيامته من بين الأموات مكتوب عن يسوع أنه بادى الموت وأنه جرد الرياسات والصلاطين أشهرهم ظافرا بهم فيه فتذكر أنك أنت بتحارب من موقع النصرة لا لتنتصر شيء ثاني اعرف عدوك مهم جدا أنك تفهم العدو مع مين بتتحارب عادة بيقضوا وقت طويل حتى يعرفوا لغة العدو كيف بيفكر التكتيك والاستراتيجية بتاعة العدو العدو اللي منتعامل مع أحبائي عدو الشرس شن حرب شعواء ضد كنيسة الله حرب ضارية وضروس حرب عنيفة يريد أن يدمر كنيسة المسيح فالعدو هو الشيطان المقاوم المشتكي على الإخوة المجرب يقول عنه الكتاب الكذاب وأبو الكذاب كان ذاك قتالا منذ البدء عنيف السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك هذه صفات الشيطان له أعوان فالشيطان هو رئيس مملكة الشياطين له أعوان مراتب صلاطين أجناد الشر الروحية وكل واحد بيعمل بموقع عن طريق الأرواح النجسة الشريرة سواء أرواح العرافة والسحر أرواح الكذب والغواء أرواح الخوف أرواح الشهوة والزنا أرواح اللعنة اللي بتحل بسبب سفك الدم وهكذا الغضب والحزن وكل هذه الأمور اللي بيعمل حتى يحبط الإنسان ويدمر الإنسان لكن المسيح قال ابن الله جاء ليدمر مملكة العدو مملكة الشيطان بيعمل عن طريق الخوف بخوف الناس يعمل عن طريق الابتلاع فهو يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه يعمل عن طريق الغربلة يريد أن يغرب المؤمنين يعمل عن طريق الإغواء والشهوة والغواية هذا الشيطان يعمل بكل المستويات وبكل الطرق فينبغي أن نعرف العدو حتى ندرك التكتيك والاستراتيجية كيف نحارب شيء ثالث في الحرب الروحية حقيقة ثالثة احمل سلاح الله الكامل لكي تثبت البسوا سلاح الله الكامل لكي تقاوموا في اليوم الشرير فالشيطان يعمل عن طريق المكايد وأحيانا أخرى يعمل كأنه ملاك نور عن طريق البدع والضلالات والديانات المنتشرة في هذه الأيام فهو كذاب يريد أن يدمر مملكة المسيح بكل الوسائل وبكل الطرق أحيانا بيكون في أيام شرسة أكتر الشيطان بشن حرب شرسة في فترة زمنية معينة فيقول عن هذه الأسلحة الرسول بولوس في الإصحاح السادس أول شيء فاثبتوا ممنطقين أحقائكم بالحق الحق هو عبارة عن حزام وهذا الحزام هو اللي بيمسك كل الجسد الملابس وأيضا في هذا الحزام ممكن يحط الخنجر وأيضا بيلبس السيف حتى يستل السيف فالشيطان كذاب فعندما تمنطق بالحق فيسوع هو الحق وكلمة الله هي الحق وعندما تمتلئ بالروح القدس هو روح الحق من أجل هذا ينبغي أن الحق أن يحيطك بكل مكان كما يقول الكتاب إلبسوا الرب يسوع المسيح فالمسيح هو الحق بتعبر عن الاستقامة بتعبر عن الضمير الصالح بتعبر عن الحق اللي هو تجسم وتجسد هذا الحق في شخص الرب يسوع المسيح سأوصل حديثي بعد قليل موسيقى 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 ممكن أن يكون هناك قبل ورمه سوارة بشيئ كثير من التردام وكثير من أن there كانت تamoين فيلمات من السيدين ح jotو tienes بقالة تعتمد بشوط تعجيب حيث ترجمة أكثر تحديد أكثر تحديد مميز أو أن يكون لديهم مختلفة لتحقق الناس ثالث حاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام بيتكلم عن المبشر بالأخبار المفرحة ما أجمل أقدام المبشرين فلاحظ بيتكلم عن استعداد كامل أيضا للسير والحركة كجندي يكون مستعد في أي لحظة لاحظ أن يسوع المسيح هو الحق يسوع المسيح هو برنا وأيضا يسوع المسيح هو سلامنا شيء آخر بالأسلحة الروحية حاملين فوق الكل ترس الإيمان الترس الروماني هو ترس مستطيل اللي بيغطي كل الجسد فهون يعني بيغطي الجسد حتى يطفئ سهام إبليس الملتهبة الشيطان عم بيحاول يضرب سهام في الذهن أرض المعركة هو الذهن فهذا الترس هو للهجوم يعني ممكن يضرب فيه وفي نفس الوقت للحماية للدفاع حتى يطفئ سهام إبليس الملتهبة شيء آخر بيتكلم خذو خوذة الخلاص المسيح هو خلاصنا الخوذة عادة كانت تصنع من النحاس وجوه مبطني شيء بيشبه السفنج اليوم لحماية الرأس بيتكلم عن رجاء الخلاص أيضا بيتكلم عن سيف الروح السيف هون سيف الروح الذي هو كلمة الله فالسيف هنا للدفاع أيضا وأيضا السيف يستخدم للهجوم فهو كلمة الله الكتاب بيتكلم عن كلمة الله أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس السيف الروماني عادة هو سيف صغير لما بيستخدم الترس وبيستخدم السيف حتى من بين الترس يستطيع أن يستلوا ويضرب العدو لسرعة الحركة وسرعة التجهز أيضا بنفس سياق الحديث بولسو بيتكلم عن سلاح الصلاة الصلاة بالروح وهذا الصلاة لجميع القدسين بيتكلم عن وحدة الجسد وعن الشركة اللي بتعطي قوة للمسيحة الشيء الرابع اللي عاوز أذكره الحقيقة الرابعة أنه الرب أعطاك الأسلحة الفتاكة حتى تدمر أنت مملكة أعدو الرب أعطانا أن نستخدم هذا الاسم باسم الرب يسوع المسيح في هذا الاسم تستطيع أن ترى شفاء بقوة هذا الاسم تستطيع أن تخرج الأرواح الشريرة بقوة هذا الاسم تحصل وتنال على الخلاص أيضا سلاح آخر هو الدم يسوع المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ثم سلاح الكلمة قوة الكلمة قال يسوع مكتوب استخدم الكلمة ضد الشيطان عندما جاء ليجربه وهذه الأسلحة حبائي لازم تكون ممتلئة من الروح القدس تتفعل تتشغل تتنشط بقوة الإيمان شيء أخير عاوز أقوله أنه الشيطان يرتعب ويخاف من المؤمن المتواضع المؤمن المتواضع الخاضع لإرادة الله مكتوب اخضعوا لله قاوموا إبليس فيهرب منكم تذكر أنك أنت بتتعامل مع عدو مهزوم الرب أعطاك النصرة أعطاك السلطان أعطاك الأسلحة حتى إيش تواصل الهجوم على الشيطان بالصلاة بالتسبيح بالعبادة الرب بالكلمة تتغلب على كل أعوان الشيطان هذه الحرب الشرسة هي مش مع بشر إحنا منحب كل البشر منحب كل الناس لكن الأرواح الشريرة التي تعبث وتعمل من وراء البشر فنحن نحاربها في اسم الرب يسوع المسيح بصلي أنه الرب يباركك اليوم وأنك أخدت بركة من هذا التعليم نحب نتواصل معاك There seem to be two schools of thought on when John was on the island of Patmos There is an earlier version as a matter of fact some scholars believe this happened before the destruction of Jerusalem and the temple because there are references to that in the book of Revelation The other traditional view however is the one certainly that I share in others and that is that this happened about the year 95 after the birth of Christ because the emperor at that point was in a persecuting mode Of course there had been Nero earlier but there is no adequate reference that the book of Revelation was written that early It's always been regarded as the last book in the canon The father of church history, Eusebius, makes that statement that it was certainly the final writing أعزائي من واصل دراستنا من أفسوس القديمة في هذه الحلقة سأتكلم عن السلوك بالدعوة والسلوك بالوحدة أنا أدعوك حتى تشاهد هذه الحلقة أنا موجود على أرض مهمة جداً كانت في أيام بولوس الرسول هذه المنطقة تسمى الأغورا أو ساحة المدينة أو السوق العام لكن هذه المنطقة كانت لسكان أفسوس اللي بيحملوا الجنسية فهي كانت تعتبر الإدارة المدنية أو الإدارية في هذا المكان نزولاً شفنا يمكن الأغورا أو السوق التجاري سوق المناء اللي بأسفل أفسوس من تحت أنا أدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة رح تكون بركة لحياتك نواصل دراستنا في هذه الحلقة السلوك بالدعوة أنا ذكرت عن هذه الأغورا لكن الخلفية تستطيع أن ترى الجيمنازيوم المركز الرياضي لأنه كانت أفسوس مدينة رياضية وتستطيع أن ترى البوليتوريوم أو الأوديون اللي هو كان المسرح الحفلات أو الأفراح أو الاجتماعات الإدارية المدنية اللي كانت سكان هذه المنطقة بيجتمعوا فيها هذا المكان على فكرة بيسع 1700 شخص لكن اللي كانوا ساكنين في المنطقة العليا حوالي 500 أو 600 شخص أمامها بالضبط بتشوف الأعمدة الطويلة الرخام هذه كانت الباسيليكا أو بيت القضاء وبعدها تحولت إلى الكنيسة لأنه كلمة باسيليكا جاءت من هذه الكلمة كانت بيت القضاء وتحولت إلى الكنيسة بعد فترة زمنية بجانب بالضبط تستطيع أن ترى معبد دي روما لأنه معظم الآلهة اللي جاءت جاءت من اليونان فالرومان كانوا حابين يكون لهن إلهة فسموها إلهة روما بالضبط كانت جنب هذا المكان جنب الأوديون وبعده مباشرة معبد فيستا اللي كان بكرس بنات من عمر 11-12-13 بربوهم بيعلموهم أن يخدموا بالهيكل وهذه المجموعة لازم تكون عذارة حتى تخدم المعابد والآلهة في نفس هذه المنطقة وأنا موجود على معبد إزيز الإلهة إلهة المصريين هذا الجزء اللي إحنا منبتدي فيه من الإصحاح الرابع يعتبر الجزء العملي الإصحاحات الأولى من الإصحاح الأول لإصحاح الثلاثة بيتكلم عن الحقائق عن الإيمان المسيحي وعن خطة الله الأزلية من خلال الكنيسة فبيتكلم عن عقائد جوهرية رسمية مهمة جدا بيتكلم عن عقيدة الإختيار كيف الله اختارنا وبيتكلم عن التعيين سبق فعيننا في الفكر الأزل الأبد أيضا بيتكلم عن عقيدة التبني كيف أصبحنا أولاد الله بالتبني من خلال الفداء عمل يسوع المسيح بيتكلم عن عقيدة الفداء والغفران إلى آخره فبيتكلم عن حقائق لهوتية عن حقائق سماوية وإعلانات عظيمة جدا لكن من هذا الإصحاح بيبتدي بحط الموضوع في الحيز التنفيذي والترجمة الصحيحة موضوع عملي فاسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها فإذا أنت أخذت كل هالاختبارات والتعليم القوي في حياتك لازم تترجم وتبرهن بأعمال يعني اللي تثبت هذا التعليم كما قال في أفيسوس 12 لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها تعرفوا هون بيتكلم عن هذه الدعوة بحاول يشدد على فكرة الوحدة فالوحدة هو عمل إلهي بحت والوحدة هو عندما يسكن المسيح فينا والروح القدس أيضا هذه الوحدة اللي بتغيرنا من الداخل فتغير حياتنا ودعوتنا نصبح نسلك كأولاد النور بالمحبة بالتطقيق العلاقات بتكون انعكاس لصورة المسيح وصفات المسيح وعمل وشهادة المسيح في حياتنا ليه أحبائي؟ في العالم لا يوجد سوى الانقسام أمة ضد أمة حتى في داخل الأسرة في نزاع وخصام وانقسام أيضاً وأيضاً في العنصرية والطبقية في كل مكان حتى في داخل الإنسان في معارك وحتى الإنسان الطبقية القوي بيتصلت على الفقير وهذا ما نرى أن روما كانت تحكم العالم قديماً ستين مليون عبد كان موجود في تلك الأيام انقسام في كل مكان لكن المشكلة الكبرى والأخطر عندما يكون الانقسام في داخل الكنيسة هذا غير وارد في تعليم الكتاب على فكرة وهذا يعني مش موجود يعني فيه نزاعات لكن تحل هذه النزاعات لكن كون أن الكنيسة تكون منقسمة هذا اندل على شيء لم تختبر قوة حضور الله في حياتها فلما نسمع هذه الرسالة خلينا ننتبه إذا أي إنسان بيدعو للانقسام يعني بيدعو لرسالة خاطئة ضد الله مباشرة ليه؟ لأن المسيح هو الحل المسيح هو المحور المسيح هو المركز بالأحرى كما أنه كان هذا المكان آسيا الصغرى ملطقة البشرية المسيح هو الملطقة البشرية من كل الشعوب من كل الأمم من كل الأجناس من كل اللغات في واحد في يسوع المسيح أظهر محبة وأظهر رحمة أيضا هذه الوحدة بتتحقق من خلال الكنيسة فالكنيسة هي الأداء هي الأداء التي تحقق هذه الوحدة الإلهية إذا الكنيسة كانت منقسمة فالعالم يعني في مضرة والعالم في مشاكل وفي أزمة إذا الكنيسة لم تحل هذه المشاكل ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل وقلوا عن المشاكل وقلوا عن المشاكل وقلوا عن المشاكل الرب صالح اليهود والأمم لنفسه في شخص المسيح يسوع مسؤوليتنا أن نحرس أن نحافظ أن ندافع عن هذه الوحدة فالوحدة هي يعني شيء طبيعي في مخطط الله لأن أساس الوحدة هو الرب والروح القدس اللي وحدنا في شخص يسوع المسيح والكنيسة هي القناة هي الأداء هي الرسالة هي الشهادة لتوصيل هذه الوحدة يعني مش شيء منتعلمه لكن شيء منطبقه على حياتنا تعرفوا حبائي بيتكلم عن نعمة الوحدة في هذا الإصحاح في الآيات الأولى من الإصحاح الرابع بيتكلم بقول أن نجتهد أن نحفظ الوحدانية وحدانية أو وحدة الروح يعني نحط كل جهدنا كل طاقاتنا كل مسؤولياتنا أن نخلي هاي الوحدة اليوم الناس اللي بتنادي في الانقسام والنزاع وبيختلفوا على أي سبب بينقسموا من كنيسة لكنيسة هذا لا يمجد الله بالعكس هذا بضر واللي بيتمجد في الموضوع هذا هو الشطان حان الوقت أحبائي أن الكنيسة تنطفض من هذه الانقسامات على فكرة الرب يسوع رح يرجع لكنيسة منتصرة وكنيسة متحدة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة كنيسة ممجدة كنيسة منتصرة كنيسة لا غضن ولا دنس مقدسة من جوة ومن برّا كنيسة بتعكس المسيح على الأرض هذه هي نعمة الوحدة أيضا بيتكلم عن أساس هذه النعمة وهذه الوحدة بيحط يعني ليستة أو فضاء المسيحية بيتكلم عن التواضع يعني التواضع هو بكل بساطة أنك تحط توضع المسيح أولاً والتواضع هو بكل بساطة أن لا يرتأ الإنسان فوق ما ينبغي أن يرتأي لا تكون أكتر ولا أقل لكن تكون الشخص اللي الرب دعاك وتكون مقدم الآخرين بالتواضع الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعين يعطيهم نعمة المسيح كان متواضع ثم بيتكلم عن الوداعة الوداعة كلمة جميلة جداً في طياتها تحمل طبعاً التواضع لكن الوداعة هي القابلية للتعلم يعني فيه تواضع أنا أتعلم وأستفيد أكتر لكن الوداعة هي أكتر القوة لكن تحت السيطرة الإنسان القوي غير متزعزع مش أي شيء ممكن يزعزعه لكن هذه القوة تحت سيطرة الكتاب المقدس بيتكلم عن موسى كان حليم أكثر من كل الناس الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع يسوع نفسه قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فالمسيح الوديع فيتكلم عن هذه الوحدة وأنه نشتهد بهذه الوحدانية لأنه فيه تواضع فيه وداعة ثم بيكمل طول أنا طول الأنا هو الثمر الروح فالإنسان بيصبح مش بس صبور بيتحلى بمزايا بصفات إلهية أي ممتلئ من حضور الله ثم يقول أحبائي جسد واحد يعني هذه الفضاء اللي بتقود إنه إنه إحنا ندرك شيء مهم السبب أو الهدف والنتيجة بنفس الوقت ليه هذه الوحدة؟ لأن الكتاب يقول إحنا جسد واحد بغض النظر يعني إذا كنت عدو أو قريب في المسيح لما بتآمن كلنا جسد واحد اليوم في عنصرية بين مؤمنين جايين من بلد معين ضد ناس من بلد آخر لكن بيتكلم عن جسد واحد هو جسد المسيح شعب الله الذي يضم المؤمنين المدعوين إلى جسده وأيضا يقول روح واحد هذا الروح هو الروح القدس اعتمدنا لجسد واحد وسوقينا بالروح الواحد رجاء واحد كلنا منتظر مجيء المسيح ثانية ثم يقول رب واحد هو رب واحد يسوع المسيح ثم بيتكلم عن بواصل عن معمودية واحدة نحن أيضا اعتمدنا لجسد واحد وسوقينا عندما آمننا بالمسيح امتلأنا وسكن الروح القدس فينا أب واحد وهكذا كل هذه الأمور بتعبر عن الوحدانية لكن الكنيسة هي اللي بتعكسها أنت أداء للانقسام أم أداء للوحدة أنا بصلي أن المسيح يغير حياتك اليوم حتى تكون رسالة حية لهذه الوحدة وأنك تسلك بالفعل كما يحق للدعوة رب دعانا من الظلمة دعانا للمجد دعانا حتى تكون ابن وبنت للرب نحب نسمع منك إلى اللقاء والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر